بسم الله الرحمن الرحيم معنا ياولاد بإذن الله الدرس الأول في الوحدة الحداشر وحدة الرسم البياني وحدة الإحصاء اللي فيها أربع دروس متتالية تخلص الوحدة الحداشر بعد ما خلصنا وحدة كاملة على القصور العادية وحدة كاملة على القصور العشرية نجي الوحدة الإحصاء والرسم البياني والأربع دروس الأولى وأول درس اسمه كيف تعرض بياناتك أولى دروس الوحدة الحادية عشر يا سلمة بلاش لعب في حاجة ويلا نشوف داي الدرسينا اليوم بتكلم عن إيه قدامي جدول جدول هنا فيه عليمين عدد الكتب وهنا عدد التلاميذ عدد الكتب اللي بيذكرها أو بيقرها التلاميذ عدد الكتب تلاتة تخص تلمزين عدد الكتب أربعة تخص تلاتة تلميذ عدد الكتب اللي أرى خمسة تلميذ واحد اللي أرى ستة كتب أربع تلميذ نقول تاني جدول دا جايلي في سؤال اللي أرى ثلاث كتب تلميذين اللي أرى أربع كتب تلات تلميذ اللي إرى خمس كتب تلميذ واحد اللي إرى ستة كتب أربع تلميذ طب عايز مني إيه عم اللي مسلي الجدول بالنقاط ايه التمثيل بالنقاط ده بيتعمل ازاي بنعمل خطه زي خط الاعداد اقل عدد قبلنا مين تلات كتب واكبر عدد قبلنا مين ست كتب فالمستر كتب من الشمال تلاتة ثم اربعة ثم خمسة ثم ستة جميل اللي ارى تلات كتب كم تلميز تلميز اقوم اقول نعمل علامة اكس لكل تلميز طالما اتلميزين يبقى اكس هنا و اكس هنا يعني معناها اتنين واختبت له في المفتاح ان الاكس دي معناها تلميز واحد طب اللي ارى اربع كتب تلات تلميز يبقى نيجي عند اربع كتب ونعمل تلاتة اكس طب اللي ارى خمس كتب تلميز واحد يبقى نعمل اكس واحدة طب اللي ارى ست كتب اربع تلميز يبقى نعمل اربع اكس والإكس بتمثل التلميذ الواحد اللي عمله مستر حامد ده اسمه إيه أولاد التمثيل البياني بالنقاط يعني إيه مستر حامد يعني ترجمت عدد الكتب اللي في جدول لشكل بياني يبقى ده اسمه إيه أولاد اسمه تمثيل بياني بالنقاط عبارة عن خط أعداده بنمثل عليه طيب قال للنوع الثاني تمثيل البياني ولكن بالأعمدة بالعمويد بروح أشتري آيس كريم يقول لي عايزها بطعم إيه اللي بيحب الشوكولاتة أو اللي طلب شوكولاتة عشرين ولد طب اللي طلب حليب أو فانيليا خمسة وعشرين ولد طب اللي طلب آيس كريم مانجو خمستاشر واحد آيس كريم نعناع عشر أشخاص آيس كريم فراولة تلاتين شخص ده من ده ده جدول لللي طلبوا الآيس كريم بالأطعمة والنكهات المختلفة طب لو عايز أعمله جدول رسم بياني بالأعمدة آيدي الشوكولاتة آيدي الفانيليا آيدي المانجو آيدي النعناع آيدي الفراولة ده المحور الأفقي اللي بكتب عليه نكهات الآيس كريم طب ما الفوق نكتب عدد الأشخاص هو رقمه لي ومشي خمسات زيرو خمسة عشر خمستاشر عشرين خمسة وعشرين ثلاثين يبقى كل مرة بيزود خمسة الشوكولاتة عشرين يبقى نطلع نرسم عمود للشوكولاتة الحد العشرين الفانيليا آيدي خمسة وعشرين يبقى نقف عند خانة الفانيليا ونطلع لخمسة وعشرين المانجو خمسة عشر نقف عند خانة المانجو ونطلع للخمسة عشر النعناع عشر نقف عند خانة النعناع ونطلع للعشر الفراولة تلاتين نقف عند الفراولة ونطلع لحد من قابل تلاتين أهي العمود دك مني ده عمود وعمود وعمود اسمها إيه؟ اسمها تمثيل بياني ولكن بالأعمدة يبقى اللي كان بالإكس بالنقاط اللي كان بالعمويد اسمه أعمدة في طريق التن على ناخد سؤال جميل جايب لي رسم بيان مرسوم بيمثل المادة المفضلة لدى التلاميذ دي مادة اللغة العربية ودي الإنجليزية ودي الرياضيات ودي العلوم وبسألك يا ودي أبو حميد أول سؤال ما المادة التي يفضلها أكبر عدد من التلاميذ طب دي نجيب الإجابة إزاي جماعة أنا عايز أعرف المادة اللي بيحبها أكبر عدد من التلاميذ طب نجيبها إزاي ندور على أكبر عدد من التلاميذ الأول عايزين نتفق اتفاق معلش أول ما يقول ما المادة يبقى الإجابة من تحت يا علومي يا رياضي يا انجليزي يا عربي ليه لأنه بيقول ما المادة يبقى عايز اسم المادة اتفقنا ده اتفاق مبدئين لما يقول ما المادة يبقى هنجاوب من هنا من هنا يبقى يعلم يا رياضي انجليزي يا عربي طب المادة هي اللي بيفضلها اكبر عدد من التلميذ اقول له فيهمتك يا لئيم يبقى نوصل لأطول عمود من أطول عمود العمود ده ده أطول عمود يبقى اكبر عدد من التلميذ عشرين تلميذ بيحبهم طب اكتب اي الوقتة مستر حمد انا محتار اكتب عشرين تلميذ ولا اكتب الرياضيات اقول له لا يا حبيبي الاجابة صح الرياضيات يعني مش العشرين هي العشرين اكبر عدد وما اللي الرياضيات لانه بيقول ما المادة يبقى عايز اسم المادة طب لو ولد اشتر من مستر حامد قال لي مستر معلش بعد اذنك ممكن اكتب له الرياضيات واكتب له بين قصين لانهم عشرين تلميذ يا سلام عليك ولد يا سلام على جمالك ودلالك كتب له المادة واكتب له العدد ده يبقى ولد شاطر طب هنا بيقول لي في التانية ما عدد التلاميذ اه يبقى عايز العدد مش عايز المادة يبقى هنجوب من هنا اللي بيفضلوه اللغة العربية يبقى ندور على اللغة العربية فين اللغة العربية العمود بتاع اللغة العربية طب العمود وصل لي كام استنى استنى مستر ده في النص طب مش ده 14 اه مش ده 16 اه مش ده وصل للنص اه يبقى مين الرقم اللي بينه الـ 14 والـ 16 برافو عليك 15 يبقى الإجابة 15 تلميذ طب ليه هنا تعالى لي سؤال تاني هنا بقى مش مواد امات امال الرياضات المفضلة فيه ناس بيحبوا قرة القدم زي حالتنا وفيه ناس بتحب البسكتبول السلة والتنس والكاراتي والسباحة سوينينج اول سؤال بيسألني ما الرياضة اللي بيفضلها اكبر عدد من التلاميذ يوم يجي مواد يقول لي بدام ما مستر قال ما الرياضة يبقى هنجاوب من هنا يبقى هنجاوب من تحت تقول له جدع يا مواد طالما قال اسم الرياضة يبقى عايز اسم المادة اسم اللعبة طب نعرفها ازاي نشوف اللي اصادها في اكبر عدد من اطول عمود اطول عمود ما شاء الله من غير ما نفكر قرة القدم مع شوكة الجماهير كان عشرة طب اكتب عشرة ولا اكتب قرة القدم لا يا عم الاجابة الصح قرة القدم لان عمه قال ما الرياضة طب لو ولد حبي الدهدية قرة القدم يا مستر علشان عشر تلاميذ اقول لك الترخيرك يا سيدي مش هقول لك لا شكرا جزيلا thank you سؤالي لبعده ما الرياضة اللي بيفضلها اقل عدد يبقى اندور يعود على اقصر عمود من اقصر عمود بتاع التنس يبقى ما الرياضة يبقى اقول له التنس طب لو انا عايز اعرف لماذا لاني اجابتها ست تلاميس فقط ده اقل عدد سؤالي اللي بعده ما اجمالي اللي بيفضلوا قرة القدم والسباحة يبقى نكتب العنوان الاجمالي وكلمة الاجمالي تدل على الجمع بس جمعي مين القدم والسباحة القدم عرفنا عشرة اوكي والسباحة اخيرها هي كام سبعة يبقى عشرة زائد سبعة سبعتاشر والتميز تلميز اوكي دي جميلة قوي ما الرياضة اللي بيفضلها عدد متساوي من التلاميذ اه يعني ايه يعني من الرياضة اللي عدد التلاميذ تساوي في اللعبتين يعني ايه مستر برضو ما نيش فاهم يعني اتدور على العمودين اللي نفس الطول بص كده العمود ده نفس الطول لكن ده وده وده مختلف طب مين اللعبتين الكاراتي والسلة يبقى نقول له اسم اللعبة لعبة مين الكاراتي ولعبة مين السلة طب ليت ساوم لان اللي اتنين وصلهم لتمن تلاميذ لكل لعبة اوكي ما الفرق الفرق جمع ولا طرح طرح يا ولاد الاجمال جمع الفرق طرح اللي بيفضلوا الكاراتي واللي بيفضلوا السباحة اقول له فيهمتك يبقى نطرح بتوع الكاراتي وبتوع السباحة بتوع الكاراتي تمانية وبتوع السباحة سبعة يبقى نطرح كم ناقص كم تمانية ناقص سبعة يطلع واحد تلميذ يطلع واحد تلميذ خلص السؤال الجميل سؤال تاني دعالة بقى طريق التمثيل تالتة احنا خدنا طريقتين النقاط والاعمدة ولكن دي بقى اسم التمثيل البياني بالاعمدة المزدوجة يعني ايه اعمدة مزدوجة يعني عمودين في خانة واحدة عمودين في خانة عمودين في خانة لونين في خانة عندي مجموعة من الحيوانات اعزكم الله كلب حصان قطة بقرة يبقى الجنب اللي تحت بيمثل انواع الحيوانات طيب بالنسبة لفصيلة الكلاب الاولاد مع تمانية والبنات معهم اربعة الحصان الحيوان المفضل لدى سبع اولاد والمفضل لدى اربع او تلت بنات القطة هو الحيوان المفضل عندي ستة اولاد وهو الحيوان المفضل عندي ستة بنات البقرة كاو هي الحيوان المفضل عندي خمس اولاد والحيوان المفضل عندي بنتين هنعمل التمانية والاربعة بالنسبة لفصيلة الكلاب اطلع للتمانية ادي الكلب اطلع للاربعة ادي الكلب برضو ولكن عند البنات يبقى دي فصيلة الكلاب لدى الاولاد باللون الاصفر فصيلة الكلاب لدى البنات اللون الفوشية يبقى ده بلون وده بلون وده اسمه ايه المفتاح يعني يعرفكم البنات لون ايه والولاد لون ايه وهكذا عند الحصان وعند القطة وعند البكرة يبقى كل عمودين جنب بعض يفرق لك لكل صنف من الحيوانات اسمها ايه الطريقة دي يا ولاد اسمها طريقة الاعميدة المزدوجة طب ليه يسموها مزدوجة لان العمودين في خانة واحدة لحيوان واحد تعال نجاوب على سؤاله بس قبل ما نجاوب على الاسئلة نتعرف على الرسم حمزة اللي باللون الفوشية مريم اللي باللون الاصفر طيب دي لغة عربية فهمتك يبقى درجات مريم وحمزة في العربي هنا مين تعال عشان نتعود هنا مريم هنا مين حامزة الاصفر مين مريم هنا مين حامزة للعلوم هنا مين مريم هنا مين حامزة ولكن للرياضة فهمت جميل ما عدد الدرجات اللي حصلت عليها مريم في العربي يبقى ندور على عمود العربي عمود العربي أهو 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 طب اعرف مريم ازاي من لون البرتجاني وصلت كم مريم سبعين يبقى درجة مريم في العربي موجودة آه موجودة درجة مريم في اللغة العربية مريم اللون الأصفر وعمد العربي وصلت سبعين يبقى مريم جابت سبعين درجة هو بيشوف كفاهم الجدول ولا لا السؤال الثاني مع عدد الدرجات اللي جابها حمزة في الرياضة يبقى ندور على الرياضة الرياضة هي فين حمزة الفوشية وصل عموده لحد كم لحد هنا امشي للاخر ترقيه 40 يبقى نقول درجة حمزة في الرياضة درجة حمزة في الرياض ضيات جاب كم حمزة جاب 40 درجة عرفنا من عموده ومن لونه ومن مجيته طب مين اللي حصل على الدرجة الاكبر في الرياضة اقول له الرياضة هي اهي 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 حمزة امره قصير مريم عمودها طويل يبقى مريم هي الدرجة الاكبر لان عمودها اطول مريم هي الدرجة الاكبر فين في الرياضيات جميل ما المادة التي تساوى فيها درجة حمزة ومريم يعني فين العمود اللي تساول اتنين فيه اقول له اهو اهو التعادل هنا يبقى الخانة دي هي اللي فيها التعادل يبقى مادة ايه مادة العلوم طب ليه تعادل لان اللي اتنين جابهم تلاتين درجة تعادل والعمودين زي بعض سؤال اللي بعده سؤال تاني بيكلم على الملابس اللي بتتباع هنا الشرطات هنا التيشرتات هنا البنطلونات هنا عدد القطع المباع ولكن عندي محلين اللي اصفر ده محل ألف اللي ازرق ده محل به بيسألك مين المحل اللي باع اكبر عدد من التيشرتات اقول له استنى فيمتك بنام قلت التيشرتات يبقى ندور على خانة التيشرتات خانة التيشرتات اهي من اللي باع اكتر العمود وصفر ده 18 العمود لازرق 16 يبقى وصفر يكسب اللي هو محل ألف يبقى نقول له محل ألف يكسب مين اللي عنده عدد البنطلونات اللي باعها المحل به اقول له المحل به في البنطلونات يبقى ندور على البنطلونات اهي محل به لونه ايه اللازرق اللازرق هو وصل لكامل 14 يبقى عدد البنطلونات اللي باعها 14 بنطلون محل به طيب ما عدد الشرطات اللي باعها محل ألف نروح الأول للشرطات محل ألف غش من العنوان من المفتاح ده المفتاح اللي بيغششك هو مين ألف ومين به ألف يبقى الأصفر الأصفر هو الأصفر فين هنا من مين بين اللي اتنين والاربعة يبقى العدد كام العدد تلاتة بيسأل على مين الشرطات يبقى تلاتة من الشرطات ما عدد التي شرطات اللي باعها المحلين معا التي شرطاته طيب يسأل على المحلين معا يبقى نجمع دي ونجمع دي طب عمود لا زرق لستاشر عمود لا صفر لطمانتاشر يبقى نجمع ستاشر زائد طمانتاشر تمانية وستة اربعتشر واطلع بالواحد يبقى اربعة وثلاثين تيشرت سؤال تاني الجدول ده بيمثل الايام المفضلة مين اللي بيحب يوم الجمعة اربع تلميذ مين اللي بيفضل يوم السبت ست تلميذ اللي بيحب الحد ستة اللي بيحب الاتنين عشرة اللي بيحب التلات تسعة اوكاي اول سؤال كما عدد الاطفال اللي بيفضلوا يوم الثلات أقول له يبقى ندور على التلات التلاتة هو بيسأل على العدد نشوف وصل لكام وصل للتسعة يبقى الإجابة تسعة أطفال كم عدد الأطفال اللي بيحبوا يوم الحد يوم الحد ده هو وصلت لي كام وصلت لي هنا يبقى الإجابة ستة أطفال من اليوم الأكتر تفضيلا إيه ده وإذا نعرفه إزاي مستر نعرف منين أكتر يوم مفضل للعيال اللي جاب أطول عدد يا أولاد من أطول عدد الخانة دي يبقى يوم من اللي اتنين يبقى اليوم المفضل هو اليوم اللي وصل ليه أكبر عدد من التلاميذ طب من اليوم الأقل تفضيلا أقصر عمود من أقصر عمود الجمعة شوية عيال أغبية الجمعة عيد في الأرض وعيد في السماء الجمعة يوم مفضل لدى الجميع الجمعة يوم أجازتنا ولكن الأقل تفضيلا في الرسم هنا هو يوم الجمعة أربع أطفال سؤال اللي بعده عدد الأطفال اللي بيفضلوا يومي ملك بتزعق ليه مستر عشان قال يومي يبقى نجمع اللي اتنين والسابت اللي اتنين وصل لعشرة السابت وصل لستة يبقى نجمع عدد الأطفال في يوم الحد عن يوم الجمعة كلمة يزيدي يبقى طرح يا ولاد زي الفرق طب يومين مين الحد والجمعة الحد وصل لستة الجمعة وصل لاربعة بدام يزيدي عوض يبقى نطرح ستة ناقص اربعة يبقى الإجابة اتنين اتنين من الأطفال ونيجي للسؤال اللي بعده نقبل مجموعة من الأنشطة نشاط الرسم والموسيقى والفوتبول والبسكتبول الرسم كم تلمس بيحبه اقول له ما عرفش اللي ما تعرف منين قلت له من الرسم البياني الرسمة هو وصل لكامل عشرة يبقى اللي بيحبه الرسم عشرة طب الموسيقى ميوزيك اهي ستة يبقى ستة قرة القدم فوتبول اطلع لآخر العمود اربعتاشر كرة السلة بسكتبول اطلع لآخر العمود ستة كده أنا خدت درجة الجدول ولكن لسه في اسئلة ما النشاط اللي بيفضله اقل عدد من التلاميذ اقل عدد يبقى اقصر عمود من اقصر عمود الموسيقى يبقى نكتب نشاط الموسيقى ما النشاط اللي بيفضله اكبر عدد من التلاميذ يبقى اطول عمود اطول عمود عند من قرة السلة غريبة جدا مع ان القدم موجودة حاجة ضد المنطق يبقى قرة السلة مع ان قرة القدم هي اللعبة الجماهيرية الاولى على مستوى العالم ما اجمالي عدد التلاميذ اللي بيفضله الموسيقى والرئاس بتزعق لها مستر عشان الموسيقى والرئاس يبقى جمع الموسيقى ايجابتهم ستة الرسم ايجابتهم عشرة نجمع اللي اتنين يبقى ستاشر ستاشر تلميذ درسي لذيذ بأمانة سؤالي لبعده تسمى بتمثل درجات الحرارة في بعض المحافظات بنسمع في النشرة الجوية في التلفزيون في نشرة الاخبار ان الموسيقى تقولك درجة الحرارة العظمى ودرجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة العظمى اكبر درجة حرارة بتتاخد في فترة النهار درجة الحرارة الصغرى اقل درجة حرارة بتتاخد في فترة الليل طب عفرق بينهم ازاي هو بيقول لك أنا أمفرق لك اللي أصفر عظمى واللي أزرق صغرى ودي بعض المحافظات هنا القاهرة مطروح أسيوت سهاج أسوان ما درجة الحرارة الصغرى في سهاج يبقى نقف عند عمود سهاج انت عايز الصغرى يبقى الأقل الأقل أهي دي بين مين بين العشرين والتلاتين المسافة اللي بين العشرين والتلاتين خمسة وعشرين يبقى خمسة وعشرين درجة ما الفرق بين العظمى والصغرى للقاهرة القاهرة هي العظمى والصغرى هي العظمى خمسة وعشرين والصغرى عشرين يبقى خمسة وعشرين نقص عشرين يبقى خمس درجات جميل ما المحافظة اللي بتزيد فيها العظمى عن خمسة وثلاتين درجة من المحافظة اللي العظمى بتاعتها عدت الخمسة وثلاتين يا فين الخمسة وثلاثين دي تلاتين خمسة وثلاثين هنا هنا جماعة من اللي عدى امشي 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 اللي عدى هتلاقي أسوان بس هي الوحيدة اللي عدت دي لكن في خمسة وثلاثين عند سهاج بس بعدتش وعايز اللي زيد اللي زيد أسوان ونيجي لسؤال تاني نختم به الحلقة بيكلمني على أجهزة التلفزيون والتلاجة المباعة التلفزيون هنرمز له بالرمز الأصفر والتلاجة بالرمز الأزرق اوكاي ودي مجموعة من الايام اللي باعوا فيها سبتة حد اثنين ثلاثة اربع خميس اول سؤال ما عدد أجهزة التلفاز بدام قالي التلفاز يبقى نركز في الأصفر بس في يوم الأربع يبقى نركز الأصفر الأربع بس شفت ازاي تلفزيون أصفر الأربع يبقى تركز عينك هنا الأصفر وصل كام وصل النص بندودي طب دي كام ستة واللي فوقيها تمانية يبقى اللي اتباع كام سبعة ما عدد الأجهزة يبقى سبع أجهزة في أي يوم تساوى التلفزيون مع التلاجات المباعة يبقى ندور على مقش التعادل فين مقش التعادل التعادله التلفزيون أد التلاجة طب دي يوم ايه يوم الاثنين في أي يوم كان عدد التلاجات اللي هي الزرقة تلاجات زرقة أكتر من عدد التلفزيونات يبقى تدور فين اليوم اللي لازرق كسب لا صفر فين اليوم لا 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 أيوة اللازرق كسب لا صفر يبقى يوم مين يوم الثلاث طب بص على باقي الأيام تلاقي لازرق خسران ما إجمالي عدد أجهزة التلفزيون يبقى تركز في لا صفر بس خلال أيام السابت والحد والاثنين آه فهمتك مستر يبقى نجمع التلفزيون في الثلاثة أيام طب اللون لا صفر في يوم السابت كان كام أربعتشر هنجمعه مع يوم الحد عشرة هنجمعه مع يوم الاثنين الحد عشرة والاثنين عشرة تمام اجمع عشرة وعشرة عشرين وكمان أربعتشر بأربعة وثلاثين طب ليه جماعة الأصفر لإن تلفزيون طب ليه جماعة التلاثة دول لإنه في الثلاثة أيام أربعة وثلاثين جهاز كده خلص درسنا كيف تعرض بياناتك الدرس الأول المهم إلا تاخد سكة الفهم الوحدة بالكامل يارب يكون سهل وبسيط ومفهوم